والآن رح نقش ما جاء في كلامه أهم شيء بالنسبة إليهم هو أنه حينما منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت وغلق أي ما كان يشتبه فيه بأنه بؤرت وباء كان هذا اللي هم يهمهم لأن كل استراتيجيتهم منذ على الأقل منذ 2 أبريل عندما أزحوا المحنط 2 أبريل 2019 كل استراتيجية كيف يتم تفكيك الحرك وشفناها وتحدثنا عليها وماذا كان يقول المقبور صالح وأفعاله ومخابراته وذبابه وأذنابه وكل ما أرادوه ولكن الشعب السمر بما فيه انتخابات المزور والمزور تبور سأناقش نقطة بنقطة ما جاء في حديثه اللي كان قبل قليل قبل أن ندخل في مواضيع أخرى إذا سمح الوقت ولكي نكون دائما معهم بالحجة والبرهان فلقد نقلت خطاب ما يسمى برئيس الجمهورية من ما يسمى بوكالة الأنباء الجزائرية وقد جاء في الخطاب وقد جاء ما يلي وجه رئيس الجمهورية المزور بطبيعة الحال عبد المجيد تبون مساء اليوم الثلاثة خطابة للأمة حول الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر فيما يلي نص الكامل بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنات أيها المواطنون سمحون يعني نعود لكم ربما ما سمعتم من قبله أصلا كثير منكم كان منزعج منه لكن من أجل مناقشتهم بالدليل والبرهان نضطر لذلك تشاول أقدار أن تمر الجزائر هذه الأيام بمحنة أخرى يحملها وباء بيريس كورونا المستجد العالمي الآخذ في التفشي في الكثير من بلدان العالم لقد اتخذت الدولة منذ الإعلان عن ظهور هذا الوباء في القرى الأسيوية إجراءات استعجالية احترازية لتصدي لها بكل فعالية في حال انتقال إلى بلادنا لأنه لا شيء أغلى عند الإنسان من صحةه ولا شيء أعز عند الدولة من صحة المواطن وهناء وكرمته هذا الكلام ليس صحيح يا اهتبون هذا كلام كاذب ولماذا هو كلام كاذب لأن في الحقيقة حينما ظهر هذا الوباء ظهر في ديسمبر لم تتحدث عليه اطلاقا أنت ظهرت في عدة مناسبات سواء فيما عرف بالحوارات اللي درتها مع بعض الأقزام الصحافة أو ما سمي بمجلس الوزراء أو ما سمي بلقاءات خارجية لم تذكر مرة واحدة فيروس كورونا لا أنت ولا رئيس وزراءك إلا هذه الأيام الأخيرة إذن لو كان عندكم كان اهتمام حقيقي كما حدث في كثير من البلدان لو كان ذكرتوه لو كان وزيركم للصحة لو كان كثير من المؤسسات أو الأجهزة الحكومية لو كان ظهرت وتحدثت عنه كل ما كان هناك هو أنكم سارعتم صحيح هذه خطوة لكن دلكن نشوفوا باللي كان فيها خطاء كثيرة وهو أنكم سارعتم للإتيان بجزائريين كانوا موجودين في يوهان الجزائريين اللي كانوا موجودين في يوهان رحتوا جبتهم هذا صحيح لكن المشكلة اللي كانت فيها هناك هو أنكم كما قال الناس اللي جاءوا يومها أنا أبحث الآن على الفيديو حتى حتى يكون هناك إذا رأي يسمع فيي المساعد يبعث به أعتقد أنه موجود هنا إذن نستمع إلى هذا الشخص هذا الشخص اللي جاء من يوهان في 31 جونبي طاقم طبي ولو يحطونا في عزلة لمدة مش عارفة أنا عشد لس ساعة ولو يشوفونا فحص طبي يعني عميق يعني لم يتم فحصها كانت كانت فقط كانت فقط هنا طباء حاملين كاميرا 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 حرقا هذا على الأقل هذا الماسك هذا بأدات الوقاية ما نحيهاش نحاول ما نخرج مع الناس أنا جدت في بالي بليكي نحبو الجزائي على قليل يكون طاقم طيب فيه عملنا فحصة عميق وليحطنا في عزلة مؤقتة ما يشوفو المعزلة المعزلة لا ترى عزلة طويلة إذن هذا الشاب والأرجح أنه طالب يقول بصرح العبارة عندما جبته من يوهان وكان عددهم 36 جزائري يقول أنه لم تتم لا عزلتهم ولا فحصهم ولا فقط كانت هناك كاميرا تقيس الحرارة إذن هذه كانت وحدة من الخطايا الكبرى ومن يومها من يومها والجزائريين كثيرين كتبوا كثيرين تقدوا كثيرين نشروا عن الموضوع وقالوا أن هناك مشكلة عندما تأتون بأشخاص من مكان تفشي الوباء في حين كان في العالم أجمع بلدان كثيرة رحلت مواطنها لكن كانت البلدان المحترمة كانت تقوم بوضحهم فيما يعرف بلا كارونتان فيما يعرف بالعزل الصحي إذن عبدالعزيز تبون التحرك المبكر نتاعكم كان فيه خطأ فادح وهو أنه رح تجبت جزائريين من مكان الموبوء ولكن لم تقوموا بما يجب قيام به وهو الحد الأدنى وهو الحجر الصحي المعروف بأسبوعين لأننا سأناقش نقاط كلها إن هذا التحرك المبكر ساعد على كشف على رعية أجنبية قادمة من أوروبا مصابة بهذا الوباء مما جعلنا نعلن ما يشبه حالة طوارئ في جميع المؤسسات والوحدات الاستشفائية لتجنب الانتشار كما حدث في بلدان أوروبية أكثر مننا تجربة وقدرة على المواجهة هنا أيضا خداع وكذب حقيقي البلدان الأوروبية صحيح متفشي فيها بشكل كبير وإيطاليا اليوم هي أكبر بلد بؤرة للعالم بعد أن كانت الصين وهناك تفشي في فرنسا في إسبانيا في عددنا البلدان لكن تعرف لماذا؟ لأنهم يقوموا بالفحص لعشرات الآلاف ربما قاموا بمئات الآلاف الفحص فمن خلال الفحص اللي قاموا به خرجت لهم الحالات خلينا نأخذ المثال فرنسا والإسبانيا كحال الآن هاي فيه آلاف الحالات في فرنسا لأننا قاموا بالفحص عندما لا تقوم بالفحص واستثناء فقط يعني أن الناس بعدما يتضح وواضح أن هناك إنسان مريض بالإنفلوانزا تعلن عنه وأنتم معلنين لحد الآن على 60 شخص بما فيهم 6 وفايات فهذا موش معناها أنه ما عندكش هذا معناها أنك لا تعرف العدد الحقيقي للمصابين بالمرض لأن لماذا؟ لأنك لم تقوم بالفحص بالفحص الطبي الضروري وحتى الرعية الأجنبية اللي كان إيطالي نحن نتذكر يومها كم كانت فضيحة لأنهم جابوا واحد جزائري من من كان في كلينيك تونتير وقالوا هذا هو الإيطالي وبعدين الناس قالوا لا مش هذا هذا جزائري وصرا فيها نقاش طويل وعريض على الموضوع هذا لكن حتى هذا حندما اكتشف هذا الحال ظلت الطائرات مع إيطاليا إلى غاية اليوم إلى غاية اليوم كانت الطائرات تذهب وتأتي من إيطاليا أول أمس وأمس قبل الأربع أيام وردنا وردنا للناس حتى الصور متع الطائرات اللي جاية من روما لم تقوموا بالحد الأدنى اللي كان لازم القيام به وهو على الأقل الناس اللي جايين من إيطاليا يتم وضعهم في الحجر الصحي هذا أيضا لم يتم خاصة وقد تكشفت في الوقت اللي كانت ميلانو تحت الحجر الصحي أو المنطقة الشمالية كلها في في إيطاليا تحت الحجر الصحي في إيطاليا كلها كانت ما زالت الاتصالات الجوية مربوطة مع ميلانو والجزائر كنا نتابع تفشي هذا الوباء أول بأول منذ أن كان بعيد عن حدودنا بألاف الكيلومترات مركزين على الوقاية لأنها برأي كل الخصائيين الجزائرين والخبراء الدوليين ليس هناك في الوقت الحالي أي علاج فعالي هذا الوباء ما عدا الوقاية منه وهذا الموقف يلعب فيه المواطن الدور الأساسي للعلاج وتذكرون جميعا أننا كنا من السباقين في العالم إلى إجلاء رعايا من مدينة أوهايو الصينية وإخضاعهم لدى عودتهم إلى أرض الوطن للحجر الصحي هنا هاك الكذب أنا كنت تكلمت الآن على أوهايو ولكن ها هو كذب علني لأن استمعنا إلى الناس اللي خرجوا وتستطيع الناس أن تعود إلى قنوات صحاب الشكارع اللي كانت صورت وإلى الفيديوهات منتع الناس العاديين في اليوتيوب وكلهم أجمعوا من أن الناس اللي جاءوا من أوهايو لم يتم إخضاعهم لأي حجر صحي وكنا استمعنا قبل قليل لهذا كشب ومنذ ساعات قليلة ترعست اجتماعا حول تداعيات انتشار هذا الوباء حضره الوزير الأول وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة المعنيين مباشرة بالموضوع وأفضل اجتماع إلى القرارات التانية غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الاستثنائية بعد الاتفاق مع حكومات البلدان المعنية في الحقيقة تقريبا الحدود الوحيدة انتعنا لها مفتوحة بمعنى أنها مفتوحة هي الحدود مع تونس أما الحدود مع ليبيا فهي مغلقة مع النيجر ومالي مغلقة إلا في حدود ضيقة جدا وموريطانيا في حدود ضيقة جدا مع المغرب مغلقة منذ 26 سنة تقريبا إذن الحدود البرية الوحيدة في الحقيقة المفتوحة هي تونس وهذا كان القرار كان جيد وأرى أنه أيضا جم تأخر التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر مع عادة أمام طائرات نقل البضاع التي لا تحمل أي مسافر معها طيب هنا نتوقف وقفة بسيطة أمس أنا شخصيا ناقشت وأول أمس وقبل أول أمس ومنذ أيام ناقشنا قضية الأجواء المفتوحة للفرنسيين والإسبان والإيطاليين بشكل أساسي رد ما يسمى بالوزير الأول أمس قال بأن الذين قالوا لنا كان عليكم أن تغلقوا الأجواء مخطئين لأننا نحن نراعي نحن نراعي نحن نراعي ونريد خدمة مواطنين في الخارج بارح بينتلك بأنكم لا تختموا المواطنين والدليل المعاناة الشديدة لمئات الألاف من الجزائريين حتى لا أقول أكثر بشكل أو بآخر خاصة لما عندهم مش أوراق أو اللي عندهم ليجدون أنفسهم في ظروف وين تسرق لهم الأوراق أو تضيع لهم الباسبورات أو معاناة رهيبة وشديدة ناقشناها أمس لكن رئيس وزرائك كما يسمى رد علينا طريق مباشر أو غير مباشر وقال بأن هذا اللي يدعوننا في الحقيقة لأنهم وكان لا يهتمون بالجزائريين في الخارج اليوم رأيكم تقولوا بلي وزدت أضفتم كنت قلتم أن يوم 17 تغلق مع فرنسا وإيطاليا لكن أمس كان قرار أنه تبقى إلى يوم الخميس إلى يوم 19 الآن رأيكم تقول من الآن من العلاق فوري من كان إذن على حق الذين كانوا يقول لكم أنكم عليكم إغلاق الأجواء فورا أم ما يسمى بالوزير الأول الذي برر من أن فتح الأجواء هو في الحقيقة لخدمة الجزائريين المتواجدين هناك وقلنا لكم أن خدمة الجزائريين المتواجدين في الخارج لديه مجموعة تستطيع أن تقوم بمجموعة من الإجراءات من أهمها استئجار أماكن للإقامة فيها البقاء معهم موساعدتهم ماديا وإداريا بالنسبة لتقطعت بهم السبل هناك أما الإتيان بهم وإذا ما يجئتم بهم فكان عليكم القيام بالحجر الصحي أمس فصلت في باخرة جاية من فالانسيا وفيها ما يقارب من 1200 مسافر وما يقارب من 400 سيارة وكيف تم التعامل معهم وكيف بقوا محتجزين تقريبا لفترة لفترة نعم فقط ربما قلت أوهايو هي ووهان يعني المقصود هي مدينة ووهان في الصين نعم وبقاء فترة طويلة ساعات يعني تقريبا آخرهم خرج بعد حوالي عشر ساعات أو يزيد من وصول الباخرة ولم يجدوا شيء لا ميزون كارونتان لا حجر صحي لا رقابة طبية لا شيء لا شيء فالانسيا هي واحدة من المدن التي الكورونا الآن فيها منتشر بشكل كبير إذن من كان على حق الذين قالوا لكم أنكم تأخرتم جدا في غلق الأجواء والموانع بالنسبة للمسافرين أم أنتم واللي كان ما يسمى بوزيرك أمس يبرر ذلك بأنها خدمة الجزائرين ليست خدمة الجزائرين أنتم عجزة فاشلين لا تعرفون إدارة الدولة فقط وانت الآن دليل أنك تتخذ القرار وتقول الغلق الفوري الآن هذا الغلق جاء متأخرا جدا وهذا الغلق الجزائريين سيدفعون ثمن قاليا بكل أسف وألم لأنكم تأخرتم جدا 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 في غلق الأجواء خاصة مع البلدان الموبوءة بل أن كنتم علقتم كنتم علقتم أنتم اختخذتم قرار وعلقتم المواصلات مع المواصلات الجوية مع الصين ولكن مع ذلك جاءت طائرة من الصين حتى بعد اتخاذ ذلك القرار وهذا الدليل هذا الدليل والناس تستطيع أن ترجع أيضا هنا تستطيع أن ترجع إلى الطائرة التي جاءت لنا الصين وكانت كتبت بعض الصحافة يومها وقالت الجزائريين لا يفهمون قيل لهم أنه تم تعليق العلاقات الجوية أو المواصلات الجوية مع الصين ومع ذلك جاء الطائرة وجاءوا فيها صينيين جو فيها صينيين بدون ما يكون عندنا أي مشكل مع الصينيين في حد ذاتهم لكن الصين كانت مكان للوباء وكنتم قلتم بأنكم علقتم الخطوط أو التواصل الجوي معها فلماذا جاءت طائرة قبل حوالي أسبوع أو أسبوعين من الصين التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي الولائية والوطنية ومحطات نقل المسافرين منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤر الوباء أتوقف مرة أخرى حول هذه النقطة لكي أقول لإخواني كنا نعرف أنهم سيتخذون هذا القرار ولقد سحبنا منهم هذا القرار عدد هائل من أحرار البلاد قالوا منذ يومين على الأقل منذ يوم الأحد بالتعليق للمسيرات الجماعية حتى لا يزعموا أنهم كسبوا أي نصر بالاستناد إلى كورونا ولذلك هذا ربما يرد أيضا على بعض إخواننا اللي كانوا نزعجوا من الموقف اللي عبرنا عليه أنا وكثير من إخواني يوم الأحد بضرورة تعليق المسيرات لأن لو كان خلينا لهم المبادرة لهم يزعموا أنهم هم اللي يوقفوا المسيرات وإذا ما تتوقفش المسيرات يتعاملوا معها بالعنف وسيجدون من يصفق لهم في الخارج كما في الداخل هذا لماذا إذا نتخذ القرار مرة أخرى أشير لذلك منع تصدير أي منتوج استراتيجي سواء كان طبيا أو غذائيا إلى أن تنفرج الأزمة وذلك حفاظا عن المخزون الاستراتيجي الوطني في الحقيقة يا تبون وأنت تعرف هذا جيدا الجزائر لا تصدر شيء تقريبا 98% إلى 99% من صادراتنا هي البترول والغاز وليس شيء آخر وبعض المناجم أي كل ما ينتج من الأرض وليس شيء آخر ماذا ماذا بعض الطمور قليل من الطمر وقليل من الخمر أما الخمر فإنه لن يفعل جزائرين شيء في هذا الوقت بل بالعكس لعل هذا وقت يعود فيه كثير من الناس إلى أنفسهم ويعودون فيه إلى الأخلاق الفاضلة وإلى الابتعاد عن كل ما يضر صحة الإنسان وعقل الإنسان قبل أن يكون مذر له في دينه وأما الطمر فالقضية ليست بعيدة لكن مع ذلك فهذا حتى هو وإن كان نحن لا نصدر شيء فما عليش كون أن أخذيت هذا القرار تعليق الصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وغلق المساجد والاكتفاء برفع الأذان استجابة لطلب لجنة الإفتاع بعد مصادقة كبار شيخ علماء الأمة محاربة وفضح المضاربين عدمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلال فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع سعالها هذا أيضا المفروض أن موقف جيد لكن مرة أخرى ليس لديكم الناس ليس لديكم المسؤولين اللي يتمتعوا بالأخلاق لمواجهة المضاربة ليس لديكم القيمة الأخلاقية عندما يعرف الناس أنك أنت جئت مزور جئت بالتصوير وعندما يخرج الناس ويقولون تبون مزور جابوه العسكر فأنت لما تروح للتاجر أو تبعث الموظفين لمنع التجار أو لمنع بعض الناس من التلاعب وأنا مع القرار هذا لكن أنا أنا أناقش هنا أو أنتقد بشكل أساسي أن ليس لديكم القيمة الأخلاقية لتنفيذ هذا القرار لأن الناس أي واحد يستطيع أن يرد ويقول له تحاسبوني أنا على أني رفعت الأسعار تع السمين ولا تع تمر ولا تع الخبز وأنتم رئيسكم جاي مزور وأنتم وزرائكم معينهم رئيس مزور ومعينتهم معينتهم دولة الحنوشة إذا من ناحية الأخلاقية أنتم لا تستطيعون الذي يستطيع تنفيذ هذا القرار هم الناس هم الناس الذين يثقون فيهم جزائري سواء كانوا في الداخل أو في الخارج هم الناس اللي يتحدثوا إلى الجزائري سواء مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أو غيرها هؤلاء الناس اللي يثق فيهم الناس عندما يقول لهم وأنا من هنا أدعو وأعتقد أن كل أحرار ننصي مع هذه الفكرة أن ندعو كل إخواننا أن إذا استطاعوا أن يخفضوا الأسعار كل التجار كل الذين يتعاملون في التجارة في البيع والشرع إذا استطاعوا في هذه الظروف أن يخفضوا الأسعار خاصة على الفقراء وعلى الضعفاء وعلى الذين لا يجدون مانا لشراء الأسعار عندما تزيد وتغلى أمل أنتم فإن لا أحدا سيستمع لكم لأنكم أنتم أصلا جئتم بالتزوير وأراكم باقين بالتزوير والناس لا تثق فيكم ولم تعد تصدقكم شوف يا أتبون لو تكون في يدك لو جاءت الجنة الجنة لها مفاتيح ملموسة وجيت بمفتاح الجنة وقلت للجزينة عندي مفتاح الجنة ندخلكم الناس مش هن يصدقوك لأن ما بني على باطل فهو باطل وما جاء بالتزوير فهو مزور ومزور الناس لن تسمع لكم ربما تلقى بعض اللي سفقولك رغبا أو رهبا خوفا أو طمعا أو يعطوك الانطباع في قنوات الأصحاب الشكارة ومواقعهم أن هناك من يسمع لكم من يقول لكم لكن صدقني لا أحد شريف وحر يستمع لكم أو يؤمن بما تقولون أو يصدقكم لا أحد اللهم ما إلا قلة قليلة من الذين هم أيضا يريدون أن يبقى الحال على حاله البحث والكشف عن هوية ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة الذين يمتهنون التسويد بنفوسهم المريضة بهدف زرع البلبلاء وليبقى على المواطن دائما في حالة قلق ورعب هذا أيضا من ناحية النظرية شيء جميل لكن لو كان يبدوا يبحثون الناس رح يبدوا تعرف بمن رح يبدوا بوزيرك للصح وبك وبرئيس حكومتك مش رئيس حكومتك كان يقول أمس يجب يبقى الأجواء مفتوحة لأننا سنجيبوا الجزائرين من الخارج وانت اليوم تقول لا نغلقوها الآن لو كان نبدأ وزيرك للصحة يكذب ويقول مش عارف لأرى لدي الوثائق هنا كنت اطبعتها حتى أقرأ منها تقاصيل لدينا كل الإمكانيات لمواجهة هذا الوباء خبراء الصحة متخصصين أساتذة كلهم يجمعون سواء في الداخل أو في الخارج من الجزائريين المطالعين على الوضع أن الوضع الصحي الجزائري كارث ثم لا تحتاج أن تكون أستاذ أو طبيب متخصص أو خبير في الصحة لكي تقول ذلك يكفي أن تدخل للمستشفيات ولمراكز الصحية ولكي ترى المرض داخل المستشفيات لكي ترى الوسخ داخل المستشفيات لكي ترى عدم النظافة داخل المستشفيات ونحن نعرف أن عدد كبير من الناس اللي كانوا يدخل المستشفيات من أجل عمليات يخرجوا صحيح ممكن العملية نجحت عملية المرارة أو عملية الكلاو وللا لكن يخرجوا بأمراض أخرى نابعة أساسا من الأمراض والفيروسات المنتشرة في المستشفيات لأن المستشفيات هي أحد الأماكن اللي ممكن تكون من أكثر الأماكن اللي تمتلئ بالفيروسات إذا لم تنفذ قوانين النظافة المتعارف عليها عالميا لأن تعامل مع الدم تعامل مع أشياء كيميوية كثيرة تعامل مع فيروسات كثيرين ربما ما يعرفوش أنه اللقاحات اللي نخذوها في المستشفيات أو أطفال صغار يخذوها هي في أصلها فيروسات إما ميتة أو على أبواب ضعيفة جدا بحيث تعطينا المناعة وتعطي الأطفال المناعة لما يكبروا لمواجهة نفس النوع من الفيروس إذن المستشفيات بطبيعتها في كل مكان في العالم تمتلئ بالفيروسات تمتلئ بالميكروبات تمتلئ بالأمراض النابعة أو الناتجة عن معالجة الأمراض كيف تعالجها الأمم المتحضرة تعالجها برقابة وبنظافة شديدة جدا للمستشفيات مع ذلك من حل آخر حتى في مستشفيات دول متحضرة علميا يكون هناك أمراض وتكون هناك فيروسات ويكون هناك معاناة فما بالك بمستشفياتنا لمرات ليست بعيدة عن مكبر النفايات ليست بعيدة عن الشوارع المملوءة بالنفايات ومملوءة بالزبال عزاكم الله إذن إذا كان فيه واحد ينفذ عليه أنه ناشر لأخبار الكاذبة والمضللة فهو وزيرك للصحة وأنت معه لأننا نعود ونقرأه ونقلنا كلام بأننا نرى كل شيء مليح ما تخفوش وما تخموش وهذه هذا كلام خطير لكن سنقش معكم بعد الزيادة في قدرة المستشفيات على تحويل عدد من الأسرة إلى أسرة إنعاش عند الضرورة راح نشوف ربما في هذا الخطاب حذاته وإن هو يعترف ويقول ليس لدينا إلا 400 سرير للإنعاش بلد فيها تقريبا 40 مليون نفس 40 مليون إنسان على الأقل 37 مليون أو في حدود 37 مليون لمقيمين في الدخل عندها 400 هذا إذا كان صحيح الرقم بالمناسبة ممكن أن تكون مضخم أرفع 400 سرير إنعاش بمعنى احسبوا تقريبا 40 مليون مع الأربعمائة سيخرجنا من أن عندنا فقط سرير إنعاش واحد لكل مئة ألف مواطن كل مئة ألف ساكن مقيم في البلاد هذه واحدة إذا لم تكن هي أدنى نسبة في العالم فهي واحدة من أدنى نسب في العالم إذن كان المفروض بدل أن تبعثر أموال الجزائريين على شراء الذمن في الداخل وفي الخارج على الذباب على المواقع الإعلامية التي تشيروا فيها على الجرائد التي لحقت التي كانت تزعم أنها شوية معارضة لكن لحقت الآن نتيجة لأنكم بخيتوهم بالمال وعلى كثير من الدول التي تشيروا من عندها سلعة وتشيروا من عندها أسلحة نحن لسنا بحاجة إليها ولكنها طريقة لشراء الدمام كالمفروض أن تصرف هذه الأموال على الصحة حتى عندما جئت يا تبون عندما جئت في جونفي الماضي تتحدث عن الصحة قلت بأننا سنقوم بتأمين المراكز الصحية لأننا في اعتداءات على عمال قطع الصحة نعم في اعتداءات ونحن نرفض ذلك وهذا مرفوض ويجب أي إنسان في مكان عمله أن لا يتعرض لأي اعتداء لكن الأولى والأهم هو أن تصرف كما يقول الأطباء أنفسهم اللي ضربتوهم بالأعصاء قبل سنتين قد ثلاث سنوات أن تصرف الأموال الحقيقية على أن تكون لنا مستشفيات بالمعنى الحقيقي وليس مراكز الحيوانات لو تسأل ما تدخلهاش أغلبها أنا أقول أغلبها طبعا دائما هناك استثناءات هناك موظفين هناك مدرع مستشفيات اللي يبدلين جهد استثنائي ومسؤولين تعصحة اللي يبدلين جهد استثنائي لكن هذا ولا الاستثناء إذا أنت قلت باللي راح تعطي أو تقوم بحماية ونحن نعرف أن الشركات الأمنية هي شركات تابعة للجنيرالات بمعنى أنها طريقة أخرى ببعثرة المال العام على كبار جنيرالات اللي عندهم شركات أمنية واللي في الغالب ديرينهم باسم زوجاتهم باسم أبنائهم باسم أصهارهم باسم أولاد عمهم إلى آخرين المستشفيات والمنظومة الصحية في الجزائر مريضة ومريضة جداً وعلاجها يتطلب مجموعة من الزوايا ومجموعة من القضايا وأهمها أن يكون المسؤولين من وزير الصحة فما تحت على كافة المستويات أن يكون لديهم أخلاق أن يكون لديهم خبرة أن يكون لديهم الصدق في التعاون مع الناس أن يكون لهم الرغبة في خدمة هذا الشعب بكل أسف وألم هذا ليس متوفر فيكم وضع خطة طويلة الأمد للإحتياط من الآن للمستقبل حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور أنصحك يتبون وأنصح ليكتبوا لك الخطابات أن يتعلموا مخاطبات الناس وأن تتعلموا لأنه خلاص داك ما رأيش في السبعينات والثمانيات أو حتى التسعينات الآن الجزائريين يستطيعون أن يسمعوا ويقرأوا وينتقدوك وعلى المباشر كما فعلنا الآن ما نقولوش وضع خطة طويلة الأمد لإحتياط من الآن المستقبل حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور لأنك لست أنت التي تتحكم في ظهور الوباء أم لا وأصلا هذا الوباء ظهر في ابتداء في الصين إنما تقول حتى نستطيع مواجهة أي نوع من هذا الوباء أو يمكننا مواجهة أما من عمنا الظهور فهذا ليس بيالك ابتداء هذا أمر الله ثانيا ماكشنت اللي تقول للفيروس تظهر ولا ما تظهرش إنما ممكن مواجهة الفيروس ومواجهة المرض بما لدينا من تراكم خبرة وبما لدينا من علم هكذا يمكن مواجهة وبما لدينا من أدوية مزيد من التحسيس والتوعية في وسائل الإعلام يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين هذا أيضا المفروض أنه أمر جيد لكن أي وسائل الإعلام لدينا قل وسائل النهب قل الذباب اللي عنده مواقع وقنوات وجرائد قل أي شيء لا تسميهم وسائل الإعلام بل أن الشعب الجزائري سماهم والصحافة تفكك في الحراك لأن وسائل إعلامك هي وسائل بروباقندا رديئة فاشلة لكن هدفها الرئيسي هو أن يبقى الشعب الجزائري جاهل أن تنشر خلاله الفساد ببرامج رداءة ببرامج فساد ببرامج ما عندهاش معنى ما عندناش قناة واحدة قناة واحدة تقوم بنشر مثلا الثقافة الصحية بالمعنى الحقيقي تقوم مثلا بنشر مكارم الأخلاق تقوم مثلا بنشر مبادئ العلم والتعلم مثلا مبادئ الدين الإسلامي الحقيقي الدين الوسطي ما عندناش عندنا أي شيء مسمينه قنوات وهي في الحال قنوات عار وكذب وابتزاز وكذلك مواقعهم بكل أسف وألم إن هذه القرارات تضاف إلى ما جندته الدولة بكل طاقاتها من الوسائل المادية والبشرية للحد من تفشي هذا الوباء العالمي الذي لم يسبق أن ابتليت به البشرية خلوني نشرب شوية ماء لأنني حابت نتوقف معه أيضا حول هذه النقطة التي تظهر أن تبون جاهل ويثبت مرة أخرى أن تبون جاهل ومن معه جاهلا لأن أي واحد عندما قرأت هذه أنتم عارفين أن هذا الخطاب ظهر قبل ساعتين فقط من الآن أقل من ساعتين أردام فأنا طبعا كان حديثي على لايف كان راح يكون يتعرض لأشياء أخرى ونقاط أخرى لكن عندما رأيت هذا الموضوع قلت لازم ننقش وما يقول تبون فأنا أقرأ فيه بسرعة عندما قرأت هذه العبارة عبارة لم يسبق أن ابتليت به البشرية ضحكت وهو ضحك كالبكاء ضحكت على الجهل فيما يسمى برئيس الدولة رئيس الجمهورية جهل يا تبون لو رحت للأنترنت وكتبت ما هي أهم الأوبئة أو اللي شاهدها العالم أنا كتبتها بالإنجليزية بسرعة لأنني لم يكن لدي وقت فرحت لموقع إنجليزي باللغة الإنجليزية معروف فأخرج لي مال خليني نقول لك وش ليه الأوبئة شوف يا تبون هناك كثير هناك على الأقل رح نذكر لك على الأقل أو بئة شهدتها البشرية في الألفين سنة الأخيرة هذه وأدت إلى مقتل أقل شيء مليون نحن لحد الآن عدد القتلى من هذا المرض لم يتجاوز عشرة ألاف خلينا نقول لك عشرين ألف اليوم خليني نزيد لك نقول لك وصل إلى مئة ألف لو افترضنا أن هذا وصل إلى مئة ألف طبعا نحن بعيدين عن مئة ألف في العالم أجمع مع ذلك فهذا لا يكاد يذكر هذا الوباء لا يكاد يذكر معه بأخر خلينا نعطيف البعض منها الهاتش آي في أو ما يعرف بالأيدز والسيدة بالفرنسية هذا المرض اللي يظهر ابتداء من ستة وسبعين وبدأ في أن الناس عرفوه ابتداء من واحدة وثمانين أدى إلى مقتل أقل شيء ستة وثلاثين مليون ما بين واحدة وثمانين والفين واثناش لأنه الآن كتشفوه لأدوية إذن السيدة يا تابون قتل ثلاثين مليون ستة وثلاثين مليون أقل شيء ستة وثلاثين مليون قبله كان فيه انفلوانزا قتلت في ثمانية وستين وعرفت بال A category 2 flu pandemic ومرات يسموها The Hong Kong flu طبعا في ثمانية وستين أنت كنت بديت منصب إداري يعني في هذا العام اللي بديت فيه منصب إداري وعندك 52 سنة في الإدارة الفاشلة كان فيه الHong Kong flu هذا الفلو اللي يعرف الHong Kong flu وأدى إلى مقتل أقل شيء مليون شخص في ما بين ستة وخمسين وثمانية وخمسين جاء أو عرف ما يعرف بالـ Asian flu الانفلوانزا الأسيوية والانفلوانزا الأسيوية قتلت في عامين أقل شيء 2 مليون أي نقرأ لك من مصدر إعلامي من مصدر إعلامي علمي فيستطيع الناس أن يتأكدون هذه المعلومات ويعرف هذا بالـ H2N2 إلى آخره في 1918 ولعل بلاك مرت على أذهانك هذا الخبر كان هناك ما يعرف بالانفلوانزا الإسبانية أو Spanish flu وهذا قتل ما بين 20 و50 مليون لحد الآن مش متأكدين كم العدد لكن أقل شيء ماتوا 20 مليون بعض الدراسات العلمية تقول أن عدد القتلى كانوا 50 مليون وعرف آنذاك بـ Spanish flu وأصاب ثلث البشرية وقتل ما بين 20 إلى 50 مليون حسب الإحصائيات هنا قبل ذلك بحوالي عشر سنوات أو ثماني سنوات بالضغط ما بين 1910 إلى 1911 كان فيها تبون الكوليرا يسموها السيكث كوليرا الكوليرا السادسة وقتلت أقل شيء وكانت وباء عالمي قتلت ثماني مائة ألف شخص وقبل ذلك وقبل ذلك بعشرين سنة في 89 ودسعين 1889 ودسعين كان هناك أيضا ما عرف آنذاك بالراشن فلو الإنفلوانزا الروسية وقتلت أقل شيء مليون شخص هناك من يقول أكثر بكثير من ذلك وقبل ذلك كان هناك الثرد كوليرا الكوليرا الثالثة وقتلت أقل شيء أيضا مليون كانت وباء عالمي يا تبون حتى تتعلم ولا تقول أي شيء لأن العالم ركما فضحتونا أمام العالم بهدلتونا أمام العالم رئيس دولة يقول بأن الكورونا هو أخطر شيء شافتوا البشرية لا تعرف شيء في التاريخ البسيط وكما قلت لك لو آينا أي مساعد لك كلف نفسه يعمل بحث في دقيقة واحدة يخرج هذه المعلومات اللي أنا يقول لك فيها قبل ذلك إذا سمعت به The Black Death الموت الأسود طعون الأسود أو طعون الموت الأسود كما عرف تعرف في تبون كم قتل ودام سبع سنوات ما بين 1346 و1353 قتل ما بين 75 سبعين ومئتين مليون إنسان وانتشر في أوروبا وإفريقيا وآسيا ويعتقد أنه بعض الدراسات تقول أنه قضى على ثلث البشرية لأن عدد البشرية أنا ذاك كانت قليلة يعني كانت بمئات الملايين ما كانتش بالمليار بالمليارات كما هي الآن إذن هذا البلاك ديث ومشهور ومعروف وفي أوروبا كانت بنعليه كثير لأنه تقريبا كان أن ينهي الحياة في أوروبا قتل ما بين 75 ومئتين مليون شخص وكان فيه طعون عريفة بطعون جوستينيين ما بين 541 و 542 وقتل 25 مليون شخص أنا ذاك كان عدد بشرية بعشرات الملايين بمعنى أنه ربما قضى على أوروبا البشرية أو ما يعادل وقبل ذلك وحتى قبل تاريخ الميلادي بـ 165 سنة كان ما يعرف بـ أنتوناين بلايك أو طاعون أنتوناين نسبة إلى طبيب إغريقي وقتل 5 ملايين بشر وآن ذاك كان عدد البشرية أيضا بالملايين فقط وربما كان ساهم هذا في قتل ربع أو ربما ثلث البشرية أو أقل أو يزيد قليلا إذن يا تبون رجاء لأننا بكل أسف وألم ابتلين بك كرئيس كما يسمى رسميا أنت رئيس الدولة الجزائرية لا تقول أي كلام لأن هذا الكلام اللي قلته مرة أخرى نعود هنا تبون يقول أن هذا الوباء العالمي الذي لم يسبق أنه ابتليت به البشرية إذن خلي الناس آخرين راجعوا خطاباتك وما تقولش أي كلام حتى لا تفضحنا أمام العالم أكثر مننا مفضحين بهذا المسؤولين الجهل يضيف تبون وكان مجلس الوزراء الأخير قد خصص اعتمادات مالية إضافية لشراء أحدث أجهزة الوقاية والكشف والعلاج ومواد صيدلانية وأدوية ووسائل الوقاية فضلا عن تشديد إجراءات الرقابة بشكل تصاعد في المطارات والموانئ والحدود البرية وصولا إلى التعليق المؤقت للرحلات الجوية والنقل البحري مع الخارج وغلق المدارس والجامعات وريض الأطفال ووائل آخرين وإني أؤكد لكم بأن الدولة قوية واعية بحساسية الظرف مصغية لقلق المواطنين والمواطنات منشغلة بهمومهم بل إنها وبقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات احترام الحريات والحقوق مثل ضرب الناس يوم السبت الماضي واعتقال للعشرات ووجود المئات من الأحرار والحرائر في سجون العصابة عندك مثل اختطاف براهيم دواجي أمس وبقاءه في مركز ليسموه جزائريين الآن مركز عبلة المسمى مركز عنتر رسميا تابع المخابرات تعوى سيني مثلا مثل بقاء كريم طابو في السجن وبقاء المئات ووضع المئات إما في السجن وإما تحت الرقابة القضائية والتخويف هذه الحريات والحقوق ترجمة نانسي قنقر